موسيقى نبدأ تجوانا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها LG تطلق هاتفا منفرا للبعوض أطلقت شركة LG هاتفا مزودا بتكنولوجيا متخصصة بإبعاد البعوض وفقا لما ذكره القائمون على الشركة ويقوم الجهاز بإطلاق موجات فوق صوتية تطلقها شبكة كهربائية في الجزء الخلفي من الهاتف بتبعد الحشرات وبشكل آمن تماما عن البشر من صحيفة الشرق الأوسط اخترنا لكم مشاهدين التحدث مع نفسك بصوت عال ليس جنونا يقول خبراء مختصون إنه من المفيد أن تتحدث مع نفسك خلال كل خطوة فردية وهذا يساعد العقل في تجاهل عوامل التشتيت والتركيز على الهمة والمهمة التي أنت بصددها ويعد التحدث مع نفسك مفيدا أيضا خلال المذاكرة وعوضا عن قراءة المعلومات المكتوبة في ورقة أمامك حاول تلخيصها بصوت عالي ونطالع من صحيفة الخليج رئيس تنزانيا يتقاضى أربعة ألاف دولار شهريا في خطوة تعد الأولى من نوعها كشف رئيس تنزانيا على راتبه الشهري وهو أربعة ألاف دولار ليكون بذلك أحد أقل الزعماء الأفارقة أجرا ومنذ توليها الرئاسة في شهر نوفمبر 22 من عام 2015 خفض رئيس تنزاني الإنفاق الحكومي بفرض إجراءات مثل قيود على سفر المسؤولين للخارج صحيفة القبس الكويتية عنونت بين صفحاتها مشاهدين لهذا اليوم دراسة القطط تقتل مليون طائر يوميا في السوراليا جاء في تفاصيل الخبر أظهرت دراسة حديثة أن القطط الوحشية أو الأليفة تقتل أكثر من مليون طائر أسترالي بشكل يومي في البلاد وبحسب الدراسة فإن القطط الوحشية تقتل 316 مليون طائر بينما تقتل القطط الأليفة 61 مليون طائر سنويا في استراليا ختاما مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية إحباط أكبر عملية سرقة مصرف في العالم أحبطت الشرطة البرازيلية أكبر عملية سرقة في التاريخ بعد أن اعتقلت عصابة قضت أربعة أشهر في حفر نفق للوصول إلى داخل مصرف وسرقة نحو 319 مليون دولار ورقبت شرطة المدينة العصابة واضطرت إلى التدخل حين شارفت عملية الحفر في النفق على الانتهاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك ترجمة نانسي قنقر